او اللهي الواحد تاعي فعلا من الحرب يعني اكيد اكيد ما قدرش اقول عن نفسي ان انا شخص مثالي يعني اطلاقا لكن هي المسألة في انه هو الناس بتتحارب ليه طول الوقت يعني مش هتلاقي اي عصر ولا حقبة من الحقب التاريخية ما فيهاش حروب ودائما نعود افكر كده هو الناس بتتحارب ليه لازم هتلاقي فيه مشكلة ما يعني فيه حد كان يصيغ مؤامرة ما علشان تتخلق حرب فيكون دائما مستفيد عارف بالضبط زي ايه زي بالضبط جامعات الاسلام السياسي اما توعد تفكر لان انا نهاردة احد الزملاء يعني قال يوسف هو انت ليه رجعت تتكلم في البرنامج عن الاخوان يعني واللحظوا ان احنا مثلا بنتكلم مرة مرتين في الاسبوع عن الاخوان اما انا بتكلم يا اما ممكن نستضيف حد من ضيوفنا الكرام يتكلم على فكرة التأصيل الفكري بتاع الاخوان او الجزول الفكرية بتاعة الاخوان وتؤدي الى ايه يعني فكرة البناء الفكري بتاع الاخوان ده يؤدي الى ميلاد ارهابي سغنطة الى الى ايلاد متطرف سغنطة الى ميلاد متشدد سغنطة وهكذا فقعد عمال بفكر في الحكاية دي فقلت له بص لانه ولا مرة ولا مرة على مر التاريخ توقف الاخوان هتيجي تقولي الاخوان والتاريخ هقولك اتقل بس توقف الاخوان او جزرهم او اشباههم يعني بدءا من الخوارج شوف بقى امتى يعني احنا هنا بنتكلم على فجر التاريخ الاسلامي بدءا من الخوارج وحتى هذه اللحظة محدش توقف على الاطلاق يعني في الهند على سبيل المثال هتلاقي واحد زي ابو الاعلى المودودي اللي اسس حاجس مع الجماعة الاسلامية متطرف ومتشدد ودموي وداعي للقتل وما الى ذلك كويس واخد بالك انه نفس الطريقة بتاعت التفكير بتاعت ابو الاعلى المودودي في الهند هي نفس الطريقة بتاعت التفكير بتاعت حسن البنة في القاهرة او في مصر اللي هو ايه فكرة وجود تنظيم اممي تنظيم كبير جدا يخرج عن حدود الدولة لانه غير مؤمن بالدولة على الاطلاق يعني ابو الاعلى المودودي كان كده انه الجماعة الاسلامية ملهاش علاقة بالدولة الجماعة الاسلامية حالة يجب ان تندرج وتنضوي تحت رايتها المجتمعات والشعوب وانه هنا تغيب الدولة فيه سبيل من وجهة نظره الخلافة يعني طب بعد ابو الاعلى المودودي تجد ظهور واحد تاني ابو الحسن النادوي وخد بالك ان ابو الاعلى المودودي ده هو مؤصل لأفكار واحد زي سيد قطب يعني سيد قطب ده واخد جزء كبير جدا 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 من افكار ابو الاعلى المودودي يعني انا في رأيي المتواضع تأثر سيد قطب بابو الاعلى المودودي اكتر من تأثره بحسن البنة يعني هم كلهم ملعين بس هنا شوف واحد في مصر يتأثر بافكار واحد في الهند مأساة يعني على كل انا بس حبيت اقولك انه اه هم بيتوقفوش على الاطلاق وبيفضلوا طول الوقت يفرخوا من اجيالهم جيل ورى جيل منظر ورى منظر طول الوقت التنظيرات متعلقة بانه السيطرة على الشعوب بعيدا عن مفاهيم الدول والمجتمعات المتحضرة المتمدنة وانه من لين ينضوي او يسمع الكلام يبقى على طول المقابل والمكافئ هو اراقة الدماء ولا واحد فيهم فكر في غير كده واللي يقول لك كلام غدا كذاب ومزيف للتاريخ وبمناسبة التزييف طول الوقت هتلاقي انه هناك اقويل او شائعات هدفها الرئيسي لانها اقويل وشائعات هي مزيفة فيبقى هدفها الرئيسي ايه انها تقلقك ده واحد اتنين توترك تلاتة تخلق فتنة جوه المجتمع يعني الاخوان يخلقوا الفتن جوه المجتمعات ده احنا حدوطة طويلة نقعد نتكلم فيه حتى هذه اللحظة انا متذكر من اسبوعين كان عندنا مكلمة معه ساتة اللي هو جمال عوض واحنا بنتكلم على موضوع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والكارت الازرق بتاع الاول وتغييره بكارت ميزة اظن من اسبوعين او ثلاثة اللي هونا متذكر يعني وتغييره بكارت ميزة طب وده هي معناه انه الناس مش هتعرف تصرف المعاشات لا هتعرف وستة اللي هو جمال عوض الحقيقة فصل الموضوع تفصيلا وقاله بمنتهى الدقة وفي تفاصيل التفاصيل حتى يطمئن الجميع حلو تيجي النهاردة فجأة تلاقي شائعة تبدأ تنطلق وتنتشر اللي هي ايه يا جماعة خلاص لغوا كروت المعاشات واللي ما طلعش كارت ميزة راح عليه المعاش بتاعه يا دين النبي فتيجي الهيئة تيجي تقول لا يا جماعة ما حصلش فييجي يوسف وفريق العمل اما قبلية فريق العمل ثم يوسف يقولوا لا لو سمحتوا جماعة يلا بينا نكلم تاني سات اللي هو جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علشان يوضح للمرة التانية ما سبق أن قام بإيضاحه في نفس دات البرنامج بل يكاد يكون الموضوع تقريبا في نفس دات الساعة